السلام عليكم ازايك عامل ايه دلوقتي هنتكلم مع بعض طريقة الحصول على انترنت مجاني من الامر الصناعي طبعا احنا شفنا فيديوهات كتيرة قوي على اليوتيوب بتتكلم على الموضوع ده ولا فعلا الموضوع ده حقيقيه ولا لا هنعرف كل ده بالتفصيل في الفيديو ده ياريت ما تنساش دعمني باللايك وسبسكرايب ويلا بينا معروف ان الامر الصناعي ده اكبر وسيلة ارسال انترنت من الفضاء لكوكب الارض الانترنت بيجينا من الامر الصناعي محطوط في طبقة معينة من الفضاء وبيبعت الاشارات دي على كوكب الارض بنقدر نستقبلها على ابراج الشبكات الموضوع معقد شوية لكن فيه ناس بتتكلم ازاي تقدر تحصل على انترنت مجاني من الامر الصناعي وكل ده مجاني مش هتدفع فيه ولا جنيه طبعا هنشوف كل الطرق دي وكل الوسائل دي وايه هالشركات اللي بتعمل كده هنعرف كل ده مع بعض لكن خلي بالك استنى كده معايا للنهاية لانه هقولك على طبيق هيتم انشاءه قريب هتقدر تلقط انترنت بالفعل مجاني من الامر الصناعي الاول شركة وهي معانا ستارلينك وستارلينك دي صاحبها ايلون ماسك معروف جدا صاحب شركة سبيس اكس للفضاء دي موقع سبيس اكس للفضاء انا حاول كده اوضح لكم الصورة شوية ده طبعا الموقع الخاص بقى شركة سبيس اكس ده خاص بالفضاء ورسال الاقمار الصناعية للفضاء طبعا نتعروح بنا كده كلامنا الاساسي وهو ارسال او استقبال انترنت من الامر الصناعي بشكل مجاني طبعا ده شركة ستارلينك لو جيت انزل كده تحت شوية بتوفر لك انتنات وبتوفر لك شبكات خاصة بالمناطق السكنية وعندك خاصة بالمكان اللي انت بتتنقل فيه زي السيارات وكده وعندك خاصة بالقوارب بس طيب خلي بالك بقى شركة ستارلينك دي هل هي بتنقل برضو للبيوت والمنازل اه عادي جدا مفيش فيها اي مشاكل طيب هل هي مجانية؟ بصراحة الموضوع ده لما جيت ابحث عنه ملقيتش فيه اي حاجة مجانية تقدر توصل عن طريق الشركة دي اللي هي شركة ستارلينك بتبعت لك انترنت من فضاء مجاني مفيش الكلام ده خالص لكن فيه شركة وحيدة وهلها لك في اخر الفيديو هي بتبعت لك انترنت مجاني بس انا ما اعرفش او مش متأكد لما جيت اعمل ابحاث بتاعتي هي بترسل انترنت مجاني لمين بالزبط طيب دلوقتي تعالوا مجاني نشوف موقع هنا ستارلينك لو جيت اشغل فيديو زي ده هو بيعملك شكل توضيحي كده ان ده بيقولك ده كوكب الارض وده الامر الصناعي الخاص بشركة سبيس اكس على طول بس لما تيجي تبعت الاشارة زي ما انت شايف كده بيبعت الاشارة من الامر الصناعي لكوكب الارض بتاعنا من على بعد مش عارف قد ايه كم كيلو ستة وترتين الف كيلو متر طبعا ده المسافات وكل حاجة تقدر تتفرج على الفيديو الخاص بالموقع لما تيجي تتخش عندك على الموقع عادي جدا طيب دلوقتي انا حاول اخرج معاك كده من الفيديو ده بالشكل ده كده تمام كيب احنا عرفنا دي الشركة الوحيدة الخاصة بشركة سبيس اكس تعالوا بنا كدنا نروح للموقع التاني وهو الموقع بيكلم على اسموه يوج انترنت دلوقتي الموقع ده بيبعت لك برضو حاجات يعني مثلا زي الانترنت اجهزة الخاصة باستقبال انترنت من الامر الصناعي انت بتستخدمها في المنازل اللي هي البعيدة جدا بعيدة عن مناطق السكنية زي ما انت شايف كده المنازل اللي هي بتكون وسط الجبال لان فيه الولايات المتحدة الامريكية منازل كتير قوي بتكون وسط الجبال بالشكل اللي قدامك ده كده طيب هل في موقع تاني او موقع الاخير بقى اللي هو بيقدم لك انترنت ما جاي والفكرة كلها انك لازم يكون معاك الجهاز ده هتنزل تحت كده شوية بيبعتولك الجهاز ده لكن من للاسف مش بيكون في المناطق السكنية يعني مش بيكون الافراد اللي زي زيك بيكون مثلا خاصة بالشركات الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية لكن هل في طريقة ان انا اقدر استخدم بيها الاجهزة دي او ان انا طريقة ان انا اقدر احصل على انترنت مجاني من الفضاء لا هي مفيش اي طريقة خالص وكل الشركات بتستخدم كل الحاجات دي عشان تدفع مقابل مادي او اشتراكات اللي هي الخاصة بالباقات بتاعك مبدايا كده او عحد يضحك عليك وقولك انك تقدر تستخدم الامر الصناعي علشان تقدر تحصل بيه على انترنت مجاني سواء بقى انت كنت بتحط بقى بروكسي بتحط اي بهاد بتحط الكلام الفارغ ده نفيش الكلام ده خالص كل الشركات بتستخدم الامر الصناعي لخاصة بيه هي علشان تقدر توزع لك الباقات بتاع الانترنت لانها بتكون ميزانية دول يعني الانترنت دا بيكون ميزانية دول كبيرة جدا طيب هل فيه طبيق ممكن يعملك الكلام ده لا مافيش خالص لكن الون ماسك اعلن من موقع او طبيق ستار لينك هينزل قريب على هواتف الاندرويد والايفون ان انت كنت تقدر تستخدم الانترنت مجاني من الامر الصناعي بالفعل ده في حالة مسلا انت كنت تايه في صحرا ولا حاجة فانت بتحاول انك ترجع لبيت بتاعك تاني لان فيه ناس بتنزل المناطق الصحراوية او في الغابات وفجأة بتتوه ويكون مع التليفونات لكن هي ما تقدرش تتواصل بالانترنت او مش بيكون في شبكات الانترنت فيقدر يتواصل على طول مع الامر الصناعي بيحدد الموقع علشان يرجعك مكانك سليم والطبيق ده هينزل قريب والمخرع الطبيق ده طبعا ايلون ماسك صاحب شركة سبيس اكس او ستارلينك للفضاء وكان كده كل شرحانه ازاي تقدر تحصل على الانترنت من الامر الصناعي شكرا ليكم وانتنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب ولو حتكت اي حاجة توصل معي في التعليقات هارد عليك ان شاء الله دمتم بخير سلام اشتركوا في القناة